هذا اختبار للصف الثاني الابتدائي تدريب على الاختبار انا حبة قمح صفراء ناعمة الملمش يبذرني الفلاح في الارض ويغطيني بالطراب يسقيني بالماء فتنمو جذوري ثم تنمو الساقي اول سؤال ما صفة حبة القمح طبعا صفراء ناعمة الملمش اكتب كين كده صفراء ناعمة الملمسي اختار من بين الاقواس كلمة بها الملمس الفلاح الطراب طبعا اللام الشمسية ما يكون عليها سكون ويأتي بعدها حرف مشدد يبقى الطراب كلمة بها اللام القمرية اللام القمرية لازم يكون عليها سكون يبقى الماء كلمة بها مد بالألف طبعا واضحة الفلاح كلمة بها مد بالياء يسقيني كلمة بها مد بالواو جذوري ثم ننتقل الى الخلف اصل الكلمة بمعناها يبذروني يعني يزرعوني ضدها يحصدون تجف تصبح يابسة اقرأ الكلمات ثم احللها الى مقاطع وحروف طبعا ما بنجل نحلل نحلل المقطع الساكن والمقطع القصير والماد مع الممدود فهنا نقول دا قي الماد مع الممدود قي قن الفر الحركة مع السكون نو ارتب الجملة يأتي ويحصدون الفلاحون سنابيلي اقول يأتي الفلاحون ويحصدون سنابيلي دا الاختبار الاول عندنا اختبار تاني انا شجرة ذكر اسمي في القرآن الكريم واوصل رسول صلى الله عليه وسلم بغرسي واكل ثمري ما صفة النخلة مباركة ذكر اسمي في القرآن اقول مباركة ذكر اسمي في القرآن واوصل رسول صلى الله عليه وسلم بغرسي ممكن نقول مباركة وخلاص مباركة استخرج مما سبق ما يالي كلمة بها مادة بالألف اول كلمة انا كلمة بها مادة بالياء اسمي لازم المادة بالياء يكون قبله مكسور كلمة بها مادة بالواو الرسول كلمة بها حرف مشدد الرسول كلمة بها القمرية القرآن كلمة بها الشمسية طبعا الحرف المشدد هذا ما يأتي إلا بعد اللامة الشمسية أو النخلة كلمة بها تاء مربوطة مرضو النخلة أي كلمة النخلة مباركة ونقلب الوجه الثاني نصل الكلمة بمعناها السعف يعني أوراق النخيل جزعي جزع النخلة يعني ساقي أقرأ الكلمات ثم أحللها سا مي المادة مع الممدود كن مو با المادة مع الممدود بعدين الراء والكاف والتاء أرتب الجملة أنا من الله نعمة نعم أقول أنا نعمة من نعم الله وفي الختام لا تنسوا الاشتراك واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر